سؤال الدكتور أحمد من لندن يقول الحدث الإجرامي الذي حدث في لندن قبل كم يوم قتلت امرأة وعجوز وشرطة وجرح أطفال كله باسم الإسلام فهل الله أمر بذلك هل رسول الله أمر بذلك كيف وصل هذا التحريف للإسلام وهل الديانة الباكرية تريد حرق الناس باسم الإسلام يعني بكل تأكيد أنه ليست هذه من تعاليم الدين الإسلامي الصحيح لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بمثل هذا الإرهاب ومثل هذه البشاعة ولا يمكن أن يكون مثل هذا الفعل مرضيا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي بعث رحمة للعالمين ولكن إذا تتذكرون أيها الأخوة الكرام أنه قبلها بأيام معدودة كانت لدينا كلمة في احتفالنا بمناسبة ميلاد السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام وهلاك الطاغية الأول أبي بكر لعنه الله إذ المناسبتين متزامنتان تقريبا بينهما يومان فنبهنا هناك سبحان الله يعني قبل هذه الحادثة إلى أنه ترك هذه الأمة فضح أبي بكر وعمار وأمثالهما من أئمة الإجرام تركوا هذا الأمر وعدم يعني عدم إعلانه ونهي الناس عن اتباع هؤلاء هذا تماما كفيروس الأيدز شبهنا بذلك يعني ضربنا مثلا قلنا إذا مثلا واحد يأتي ويتقدم لابنتك مثلا وأنت لك هوى فيه يعني يعجبك بسبب مثلا نفرض مركزه المالي مثلا نفرض إنسان مليونير مثلا شاب أو ابن مليونير يتقدم إلى ابنتك وأنت تذهب تسهل شخصا ما وهذا الشخص المسؤول يحرز أنه أنت لك هوى في هذا الشاب أنت تريد هذا الشاب لابنتك فيخفي عنك عيوبه ومن أشدها أنه مصاب بفيروس الأيدز والعياذ بالله مثلا فهل إذا ما زوجته ابنتك بعدئذ تسامح أنت ذلك الذي سألته واستشرته يعني إذا ما ذهبت إليه وتقول له لماذا خفيت عني هذه الحقيقة يقول له أنني يعني رأيتك محبا لهذا الشخص طيب وانت صحيح رأيتني محبا لهذا الشخص أنا أهواه أو لي فيه رغبة وزوجته ابنتي نقل إليها الفيروس ونقل إلى أحفادي الفيروس وسوالنا مشكلة كبيرة صحيح أم لا الحاصل الآن في أمتنا هو هذا ولاية أبي بكر وعمر فيروس أيدز بس أيدز شنو ديني فكري يعني هذا الذي يحب أبا بكر من كل قلبه سيتعمق في دراسة منهجهما ويبحث في تاريخهما فيتحول إلى وحش يتحول إلى إرهابي يتحول إلى هذا في الواقع هذا لأنه تعاليم أبي بكر وعمر هي هذه وما رسماه هما ومن في حزبهما يعني حزب السقيفة والمذاهب التي تأسست على السقيفة وما رسمه هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وآله هي هذه الصورة أن النبي يأمر بمثل هذا يعني هذا الشخص الآن الذي أقدم على هذه الجريمة هذا للعلم إذا قرأتم عنه يعني هذا كيف تحول إلى هذه البشاعة وهذا الإجرام هذا إنسان ولد هنا يعني ولد هنا في هذه البيئة الغربية ولكن ارتكب جريمة ما جريمة عادية ما أدري شنو سرق كذا راحوا أو دعوه في السجن في فترة السجن تعرف على من؟ علاء ناس متدينين لدى الطائفة البكرية هؤلاء المتدينون أعطوه جرعات دينية جرعات دينية فجعلوه ماذا مفتونا بطبيعة الحال بتلك الرموز أبي بكر عمر عائشة إلى ما هنالك مع التوالي نعم وين هو درس بالسعودية وكان مدرس بعد اكملت ها لطيف فبعد هاي هي أمن هنا أخذ جرعة وراح هناك بعد الماجستير والدكتوراه ولكذا أخذها من هناك بعد طبيعي فرجع طبيعي يا أخي طبيعي جدا أصيب بالفيروس أصيب بالفيروس خلاص فلأي قضية تلقى ذاك اليوم منهار نفسيا أحيانا تكون ردة فعل يعني منهار نفسيا متعارك مع مرتا ما ندري شون السبب شايف له مقطع فيديو بالإنترنت من مال تنظيم داعش ما أدري كذا متحمس بطريقة ما رايح مستأجر سيارة ورايح خابط بهالعالم أموت له وحدة سمها عائشة يعني شنو هذا شنو هذا الإجرام أطفال ناس كذا إلى آخر على ماذا يعني على شنو يعني شنو هذا الجنون جنون 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 أما السر فيه ما هو السر هو هذا أن هذه الأمة لم تقف وقفة شجاعة أمام التاريخ والتراث لكي تعزل الرموز الفاسدة ومناهجها الفاسدة وتقول هذه يجب أن نمحوها وننسفها نهائيا حتى نتبع رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام هذا الذي يجب أن يحصل وهذا الدور الذي نحن نقوم به فنحول الناس أو أولا نعطيهم حصانة من أن يصابوا بالفيروس والذين يصيبوا بالفيروس إحنا عندنا علاج إحنا الوحيدين عندنا علاج الأيدز ثم هذا النوع من الأيدز عرفت شلون فنعالجهم ونحولهم من عناصر تفجر المجتمع إلى عناصر تحفظ المجتمع من عناصر للشر إلى عناصر للخير هناك أناس من تنظيم القاعدة تشيعوا على يدنا بحمد الله أنا إلى الآن ما سمعت واحد من تنظيم داعش بصراحة بس من تنظيم القاعدة نعم تشيعوا هناك أناس كانوا يريدون استهدافي أنا شخصيا وقتلي وتشيعوا بحمد الله وأحدهم هو الآن يعمل معنا يعني ضمن القسم الإنجليزي يعني قناة الرافضة وكذا زين مثلا على سبيل المثال لماذا؟ لأنه الذي نغيره نحن نغير الجذور الجذور نغيرها المنابع نجعل هذا الشخص يكتشف إسلامه من جديد لذلك بالفعل مأساة يعني مأساة هذا الذي يحصل في هذه الأمة وأنه مثل هذه الجرائم ترتكب باسم الإسلام باسم محمد صلى الله عليه وآله يا ليت على الأقل يرتكبون هذه الجرائم باسم يبي بكر وعمر وعائشة يعني لا يقولون هذا هو الإسلام يقولون مثلا منهج عائشة ليس مشكلة قابلة نحن يعني على الأقل أهوى حتى لا ندفع نحن الثمن لا يدفع ديننا الثمن ديننا الآن صار دينا منبوذا مكروها الناس ترانا ماذا ترانا قنابل موقوتة تمشي على الأرض كرهونا جدا مع الأسم يسأل باية تصرفات يعني هذا ليس عقلانيا إخواني ليس عقلانيا على الإطلاق أمر لا يستطيع الإنسان الغربي أن يفسره شنو معنى أنه تاخذ سيارة وتروح تخبط بالعالم ناس آمنين ماشيين بالشارع أطفال ونساء وكذا يعني هذه هي البطولة هذا هو الجهاد يعني بهذه الطريقة أنت يمكن أن تركع السياسة الغربية مثلا وأنتم لاحظوا مسألة هذا الشخص غير مجند من داعش لا تصدقوا بيان داعش الذي صدر في اليوم التالي داعش أنا كانت لي كلمة مع بعض هؤلاء الذين يعملون بالفيلم يعني من الغربيين قلت لهم عبارة شفت هذا السيناريس رح كتبها قال والله هذه عبارة جدا مهمة قلت له الإرهاب اليوم terrorism today is not a hardware it's software يعني مفهوم العبارة أنه شوف أي شخص الآن بكري شوي يتدين شوي يروح يطالع الإنترنت ومقاطع وكذا يتحمس يتأثر software هذا خلص أخذه ملازم يكون هاردوير متصل تنظيميا بإحدى المنظمات الإرهابية أبدا هو يتحول تلقائيا إلى شخص جنو إرهابي يقوم يقدم على عملية لا يعلم بها التنظيم أصلا ثم يتبنى هذا التنظيم فيما بعد تنظيم داعش ما كان يعرف اسمه هذا الشخص الشخص هذا الذي قام بهذا الفعل الشائن هذه الجريمة ما كان يعرف اسمه تنظيم داعش فانتظر لبث إلى اليوم التالي رح أعلن عن مسؤوليته عن ذلك وهو ما بينهم اتصال على الإطلاق هذا يكشف لك عن أنه بالفعل الديانة البكرية فيروس مصيبة استمرار هذه الديانة مصيبة تهديد للبشرية قلناها سابقا كلما ازداد الإنسان البكري تدينا كلما ازداد إرهابا ودموية بخلاف الإنسان الشيعي كلما ازداد تدينا كلما ازداد ماذا رأفة ورحمة وأحيانا يصل به الحال إلى المغالاة في ذلك إلى حد التملق الذي هو أيضا جريمة بالمناسبة بالمناسبة يعني احنا لماذا ننكر على هؤلاء الذين يتملقون المخالفين مخالف يأتي لإنسان شيعي أو لمعمم شيعي من أهل العالم الثالث من أهل العالم الرابع مثلا يأتي يقول ما قولكم في أبي بكر وعمر يقول لا تليكن حسبنا على التشيع اللندني لا تسمع كلامهم ذولة نحن نجل الصحابة وأبو بكر وعمر كما قال الشهيد الأول محمد باقر الصدر كان حكمه ما يقوم على الإسلام والعادل وأما عائشة فبخ بخ لو تريد أسطر لك هسه فضاء العائشة وأقول أمنا وأمنا وأمنا وأم المؤمنين وإن الله طهر نعلك كيف لا يطهر عرضك كما يقول الوائلي ويعطي كل من هذا الكلام لكل نفاق الدجل وكذب وبعدين لما يرجع نحاسبه تعال يا حضرة المعمم لماذا قلت للمخالف هذا الكلام يقول لك هذه مدارات هذا تملق هذه محابات أنت هنا تخونه أنت هنا تسيء إليه ولست تنفعه أنت مثلك كمثل ذلك الشخص الذي يستشيره الأب ويعلم أن المتقدم لخطبة ابنته مصاب بهذا الفيروس اللعين فيروس الأيت فيخفي ذلك عنه أنت نفس الفعل فعلت نفس الفعل هذا لا يجوز أنت هنا خنت هذه الأخوة بيننا وبين المخالفين و تقول هم إخواننا بل أنفسنا أنت خنت ذلك أنت مفروض لما تسأل تجيب بالحق وإن كان مخالفا لي مشاعره ومعتقداته إذا كانت مبنية على باطل يا أخي استنقذه من النار قل له ولاية أبي بكر وعمر باطلة حرام تقودك إلى النار هؤلاء أئمة دعاة إلى النار هؤلاء يحولونك إلى متوحش هؤلاء يدمرون دينك وأخلاقك وإنسانيتك من أدمر الإنسانية الآن غير هذه المنظمات التي انبعثت من التراث البكري لا يمكن أن يكون كل هذا الانبعاث يعني التسعين منظمة إرهابية لا يكون دخان من غير نار لابد هناك أصول معينة حوافز تحفز الإنسان المتدين البكري لأن يتحول إلى إرهابي إلى مجرم فإذن هناك مشكلة في التراث في العقيدة لابد أن نحارب هذه العقيدة أنا من الدعاة إلى تجريم الديانة البكرية كتجريم النازية يعني سواء بسواء لأنه أصول هذه الديانة البكرية أصول تحفز على الإجرام والإرهاب أنا أقول هذا الكلام ونسعى إليه إن شاء الله تعالى إلا اللهم يحدثون شنو هذا نيو فيرجن يعني نسخة جديدة من الديانة البكرية اسموها الديانة العدنانية مثلا نسبة إلى عدنان هذا عدنان إبراهيم مثلا ما أدري ديانة ما أدري هذا حبيب الجفري ديانة الجفرية مثلا ما أدري الشكل يحاولون أن يطلعون لهم في الشغلة بس بعد لا ممنوع بكرية عمرية يعني ما يصح أبدا لا يجوز لطائفة من البشر أن تقول أنا رمزي أبو بكر لابد هذا الإنسان أن يجرم مشكلة هذه اعترافك بأبي بكر رمزا معناه اعترافك بجواز حرق الناس أحيان في مقابر جماعية وهذا الذي صنعه أبو بكر صار واضح اعترافك بمالك ابن أنس مثلا تقول أنا مالكي الآن المغاربة جزائريين ما أدري كذا يقولون نحن مالكية لا يجوز اعترافكم بمالك ابن أنس إماما ورمزا لكم معناه تجويزكم لفتاويه وفقه الذي يقول بجواز تعذيب المتهمين وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه تحت التعذيب هذا فكر مخالف للإنسانية قبل أن يكون مخالف للدين مخالف الإنسانية فطرة مخالف الإنسانية هذا إجرام هذا يهدد الإنسانية لا بد أن نمنعه ممنوع في أوروبا إذا واحد الآن يقول أنا رمزي هتلر يجرم قانونا يعتقل يحاسب أيا يكن ممنوع يخلي علق لصورة لهتلر على واجهة بيتي الشرطة تأتي وتحاسبه وتجرمه يريد يخليها بالسرداب بالبيت كيف أما يخليها بره ممنوع يرفع صورة هتلر بالشارع ممنوع يرفع العلم النازي ممنوع لماذا ما يقدر يتحجج هنا يقول حرية رأي حرية تعبير أنا حر لا لا محر حريتك هنا تقف عند حدود الإنسانية أنت ترفع رمز النازية هذا أمر يهدد حرية الإنسان النازية ضد الحرية النازية ضد المساواة البشرية النازية ضد الإنسانية فكذلك البكرية وكذلك العمرية والعائشية والأموية والمالكية والحنبلية والشافعية والشنو بعد والوهابية وأمثالهم هذه كلها مذاهب ضد البشرية لابد أن نرجع إلى الإسلام الحقيقي تفضل لأن الغرب أي حكومات الغرب جبانة حكومات الغرب لا تزال شوف كل حكومات الغرب أنا أقول لك كل حكومات الغرب معتقدة بأن أصل المشكلة في مناهج التعليم وأصل المشكلة في التربية الدينية البكرية وخصوصا الوهابية وأصل المشكلة فيما يسمى السعودية كل الدول الغربية تعرف هذا الشيء كل الحكومات لكن حكومات جبانة ليش؟ عندها مصالح مع حكومة آل سعود مع نظام آل سعود فلا تريد أن تدخل في تصادم مع نظام آل سعود هو شنو آل سعود؟ الحكم في آل سعود هو داعش بس بنسبة شوية مخففة فقط داعش يقطع الرؤوس آل سعود أيضا يقطع الرؤوس داعش يقتلون الناس آل سعود أيضا يقتلون الناس مناهج الدراسية التي أنتم تصدقون هذا الشيء أم لا؟ إذا قرأتم التقارير المناهج الدراسية التي اعتمدها داعش للتدريس في المناطق التي سيطر عليها طوال هاتين سنتين أي مناهج؟ هي نفسها المناهج السعودية مع تعديلات طفيفة بس مو أكثر إضافات طفيفة وكذا فقط نفس المنهج أخذوا نفس المنهج ودرسوا هناك حتى رأوا نفس الكتب نفس الطبعات ونفس الكذا بس غيروا الشعار وغيروا الكذا نفس المنهج الكل يعلم في الغرب أن أصل المشكلة هذا النظام السرطاني اللي اسمه نظام آل سعود لأن الديانة البكرية إنما تقوم وخصوصاً الوهابية على الضخ النفطي اقطع الإمداد المالي عن هذه الديانة تضمر شيئاً فشيئاً وتنتهي تتلاشى فلماذا لا يتصادمون معها لوجود عقود وصفقات أسلحة ومصالح متبادلة في حكومة توني بلير هنا في بريطانيا عندنا إذا تذكرون أنهم اكتشفوا هذه صفقة اليمامة صفقة الأسلحة البريطانية لما يسمى السعودية اكتشفوا أن فيها اختلاس فيها رشوة رشوة كبيرة ووسط القضية للقضاء البريطاني للنيابة العامة البريطانية وعلى أساس تحقيق في آخر لحظة آل سعود طبعاً هددوا وكذا ونسحب استثماراتنا ونسحب أصولنا المالية وكذا مجلس اللوردات أوقف التحقيق وحفظ التحقيق لماذا هذا الجبن لماذا تخلي عن المبادئ لماذا تخلي عن القيم ألستم تقولون أنت حكومات الغرب وحكومة بريطانيا تقولون نحن من دعاة الحفاظ على حقوق الإنسان وعلى السلام العالمي وكذا أنتم متحالفون مع أنظمة إرهابية آي نظام آل سعود نظام إرهابي لماذا أنتم متحالفون معه ليش الكذب على الناس حكومات الغرب جبانة لا تريد تجريم هذه الديانة لأنهم يعلمون أن آل سعود راح يحتجون وما أدري الحكومات العربية تحتج ومنظمات معينة تحتج فما يريدون هذه دوخة الرأس فتاركين الأمور هكذا جبن الآن الحكومات الغربية عموما جبانة جبانة بس دونالد ترمب الآن شوية عنده شجاعة ومع الأسف شجاعته حمقاء خرقاء يعني هو غبي أخرق إنسان خارج من بيئة البزنس من بيئة التجارة وسوق المال فما عنده قرارات قرارات يعني مطبوخة بشكل سليم ما عنده قرارات الغرب لو فقط يرفع يده عن نظام آل سعود وأمثاله لكنا بخير يعني أنظمة تسقط حاميها مع الأسف هو الغرب هو يعني الحكومات الغربية وهذا هو النفاق والحمد لله أن هناك من بعض الساسة الغربيين أو بعض المنصفين من الكتاب من المثقفين من المفكين الغربيين من شخصوا هذا الداء وكتبوا فيه المقالات ولهم مواقف معروفة وآراء مشهورة ويقولون نعم مشكلتنا هي مشكلة سياسية بالأساس السياسة الغربية في الوجه الخطأ طيب كيف يمكن تغييرها إذا نريد نحن المسلمون كيف يمكن أن نغيرها بأن نتكتل جيدا ونصنع لوبيات في الغرب نأثر على السياسة الغربية يعني الشيعة يتكتلون ومن معهم من الواعين من المسلمين الذين هداهم الله عز وجل حتى لو يكونوا شيعة بس أدركوا أنه هذا الشر إجرام أن يستمر يعني الأمر هكذا لابد من وضع حد ونهاية له تعالوا يا جماعة نتكتل جيدا سنكون لوبيات يعني جماعات ضغط تضغط على صناع القرار في الغرب حتى يغيروا سياستهم هذا يصير فعلت طوائف أخرى ونجحت طبعا على المدى الطويل إحنا ما نريد هذا الشيء نريد نستمر فقط في الشعارات وما أدري الموت لأمريكا الموت لبريطانيا الموت لإسرائيل الشعارات السخيفة التي أكلت دهر عليها وشرب ولا ندخل بالفعل لكي نميت السياسة الخرقاء الغربية ونتحالف مع الشعوب ترى حتى الشعوب الغربية تأنوا من حكوماتها من قال لكم ما راضين عن حكوماتهم روح بالشارع اسأل قل اسألة هؤلاء شعب البريطاني والراضي عن حكومتك ولا واحد راضي نسبة قليلة راضين كثير منهم أصلا يقولون لأنه لا يوجد بديل نحن هذا الموجود تعارفنا على ذلك أنه هناك حزبان حزب موالات حزب معارضة ودائما الانتخابات بينهم ولذلك أصلا حتى نسبة المقبلين على التصويت في الانتخابات نسبة ضئيلة وفي تناقص سنة بعد سنة ملوا خلاص ملوا أحد أسباب التصويت هذا الفجائي أو التصويت الكارثي لدونالد ترامب وأنه عدوه صار رئيس أمريكا هو أحد أسباب ردت فعل لا عن قناعة بدونالد ترامب ولكن سائموا سائموا نفاق هيلاري كلينتون والطبقة السياسية قالوا خلي نجرب هذا واحد صحيح مخبل خلي نجربه يمكن أحسن يطلع لنا من ذول الطبقة السياسية الفاسدة فرحوا صاعدوا وسأوا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ردت فعل لأنه ملوا خلاص ملوا ملوا من الساسة والأحزاب والكذب والدجل والنفاق الذي تقوم عليه السياسة الغربية فصار عندهم ردة فعل الآن فرصتنا الذهبية أيها الإخوة نقدم حتى البديل للغربيين كل شيء ممكن يصير عندنا مقومات في هذه الأمة والله هذه المقومات لا تمتركها أمة أخرى لكن مشكلتنا أننا أضعنا البوصلة فقط هذه هي المشكلة ضيعناها فما عارفين أن تجهب أي اتجاه نستنزف مقوماتنا ومواردنا وطاقاتنا في الاتجاه القطأ فلا نصل إلى شيء ونبقى أخس الأمم وأضعف الأمم ومنبوذين ومكروهين من العالم كله أما لو حددنا اتجاهنا بشكل صحيح عثرنا على البوصلة ووجهتنا بشكل صحيح حين ذاك نرجع إن شاء الله سادة الأمم ونجد أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا أول خطوة في هذا الاتجاه لا يمكن أن تكون إلا تصحيح العلاقة مع الله إحنا علاقتنا مع الله خلط إذا لم نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام نرجع إلى الدين الصحيح يعني طريقنا إلى الله إلى رسوله أهل البيت عليهم السلام حتى نكتشف ديننا من جديد ديننا المخفي عننا يعني هذه الخطوة التصحيحية هي أول الخطوات بعد ذلك تأتي سائر الخطوات تباعا فتعالوا ساعدونا جميعا لكي نعود إلى الله عز وجل نصحح علاقتنا معه نرضيه عنا ونعمل بالقيم الإسلامية الصحيحة حين ذاك ستجدون أن الإسلام يعلو ويعلو ولا يعلى عليه كما هو دائما إن شاء الله موسيقى